عن مباراة النهاردة ما تكلمناش في الكورة لغاية دلوقت احنا تكلمنا فيما بعد الكورة اللي وصلتنا إلي الكورة وفرحة الزمال كوية النهاردة مباراة النهاردة بدأ الزمالك كما بدأ نهضة بركان مباراة الزهاب وقال لك مش هينفع أفرط مش هينفع أضيع وقت مش هينفع أكسب فريق نهضة بركان أي ثقة يلا نضغط وضغط الزمالك من الديئة التالتة بداية الضغط بعد فترة جس نبضه قليلة قوي واستمرت هجمات الزمالك اللي بأرواح متعددة الزمالك في خلال المباراة بتاعت النهار ده دي عنده 3 فرص من ضمن الفرص يعني اللي جات له كل فرصة فيهم بأربع تصويبات كل تصويبة فيهم عادي جدا تستنى منها جول سواء برأسية سواء بمتابعة سواء بفولو سواء بشوطة من كرة مرتدة تانية على حدود منطقة الجزاء مش راضية يعني تتكلم في 12 فرصة في 3 محاولات هجومية على مدار المباراة ما بين الدية 3 و 6 و 90 اللقطة دي هي لقطة احتفال أحمد حمدي صاحب هدف الفوز النهار ده الهدف الأغلى في تاريخ نادي الزمالك سنة 2024 لو عايز تخليها بشكل قريب لأنه 2 مليون دولار النهار ده الزمالك بيكسبها أحمد حمدي هقف شوية عند الجول اللي سجلوه لأنه مش مجرد جول مش مجرد جول بيجيب بطولة مش مجرد جول غالي جدا لكن الحقيقة أنه هو جول بيترجم وبيكلل مجهودات فريق من البداية آمن باسمه وافتكر أنه ما ينفعش يبقى مضغوط بالشكل اللي يؤثر على مستوى كما حدث في لقاء الذهاب فنزل ضاغط بكل الخطوط لكن البداية بداية الشرارة بتاعة الضغط اللي وصلتنا لهدف الفوز في الدية 22 كانت من صاحب الهدف نفسه أحمد حمدي أحمد حمدي في الدية الثالثة اللاعب المنتقل حديثا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي فات ضغط على يوسف دايو من على حدود منطقة الجزاء في كرة ممكن تسميها ميتة الكرة رح تمشيت وفي طريقها إلى ضربة ركنية أحمد حمدي قرر أنه طب وليه لأ معمل محاولة جيري ورا يوسف دايو فيوسف دايو حاول أن يحضن عليها من وراه بجسمه النحيل أحمد حمدي رح لمسها بكعبه عشان تخبط في دايو وتتحول لركنية من الدية بقى 3 لحد الدية 15 بعدها في بريك صغير كده ورجع الزمالك مرة تانية للضغط كلها محاولات زمالكوية في التلت الأخير لفريق نهضة بركان كلها بسبب الضغطة اللي عملها أحمد حمدي دي عرضية زيزو رأسية إبراهيم أنداي تصويب الدونجة تصويب تنداي رأسية سيف الدين الجزيري تصويب أحمد حمدي كل لعبة الزمالك شاركوا في هجمات وبناء هجمات وكل كرة ترتد وقف لهم دونجة بيجمع الكرات هو وحمدي ويلا نكمل أحمد حمدي في 3 لقطات ما بين الدية 3 لحد الدية 15 كان هو دايما السلاح اللي بيرجع الزمالك للضغط مرة تانية وكان متوقعا أن الضغط ده هيسفر عن هدف وبيني وبينكم كان متوقع أن يسفر عن هدف لأنه ده طبيعي بعد كل الضغط ده لكنه على الجانب الآخر قالك هي مش نوية ولا إيه النهار ده مش هتمشي في مشكلة معاكي زي ما عملتي في ماتش دريمز الغاني هنا في القاهرة ولا نوية لكن الحقيقة أن هي لما نوت جاءت عن طريق نفس اللاعب أحمد حمدي من جديد من كرة هذه المرة قرر حسام عبد المييد أن يقوم بدور دفاعي مش قدام مرمى بل قدام مرمى المنافس مش هتخرجوا من منطقة جزائكم دخل قطع الكرة وصلت لزيزو اللي عمل مروغة حلوة قوي ولعب العرضية برجله التانية عشان توصل لأحمد حمدي اللي عمل حتة لقطة فنية في الكرة النهاردة تحريكت جسمه تحريكت جسمه أنه يغيرت الوضعية بتاعت جسمه عشان يستقبل الكرة بارتفاعها اللي وصلاله بيها دي بتاعت لعيب جامد قوي وهو أحمد حمدي الحياة طول عمره لعيب جامد لكن في ظروف زي دي وفي لقطة زي دي بتاعت الجول يعني مش سهلة أبدا في مبارانة هائية أنه آه كان مرتاح ما كانش تحت ضغط شديد لأنه كان واخد وضعية حلوة في مساحة حلوة وتحرك كويس قوي لزيزو لكنه حرك جسمه وعرف أنه يرفع رجله في المكان المناسب عشان يستقبل الكرة اللي جابها جول أحمد حمدي وإحنا بنستعرض لقطة الجول دلوقتي معاكم اللي شطها في الزاوية اليمنى لحارس مرمى فريق نهضة بركان حمزة حمياني مسجلا الهدف الأول لفريق الزمالك اللي حافظ عليه أدي لقطات الضغط اللي بنتكلم عليها ضغط هنا ثم راح جري على يوسف دايو وخد البنالتي ثم أكتر من لقطة وراء بعض لحد اللقطة دي حسام عبد المجيد المرة دي هو اللي ضغط هنا زيزو هو العمل العرضية هنا حمدي واقف جنب منطقة الجزاء عشان يستقبل الكرة اللي لفلها بتكنيك جسدي حلو جدا بصوا الكرة كأنها عطاير قدامك لكن الحقيقة أن الكرة رايحاله بارتفاع مزعج ونجح في أن يحولها بكل دقة في شباك نهضة بركان هدف أول ووحيد علشان تبقى بالصعوبة دي على قلوب وعقول الزمالكوية في المباراة النهاردة آه لأنه ما بتجيش بسهولة عند الزمالك الزمالك عمل لك مباراة فيها كمية فرص قبل الجول ده وفرص تانية من هجمات مرتدة لكن لا جاب الزمالك الجول وقرر من جديد أن يخطئ لعبوه عددا من الأخطاء الدفاعية اللي ترجع بدون سابق انذار نهضة بركان إلى المباراة